السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة الدا الرنج أول شي تقبل الله طاعاتكم وإن شاء الله أنكم تكونون بخير وصحة وعافية نزل اليوم تحديث بسيط لكنه جدا مهم صلوا على النبي وخلونا نشوف محتواه طبعا التحديث نزل على جميع المنصات ولكن يختلف ممكن رقم التحديث بعض المنصات ممكن يكون 1.04.1 بعضها ممكن يكون 1.2 من أبرز الشغلات اللي تغيرتي إخوان الكيريليير تكفى جوغان قذلي من أبرز الشغلات اللي تغيرت إخوان اللي هو السيريليان هيدن تير هذا الفلاسك أغلبكم يعرفه كان يدوم لمدة 15 ثانية هو تقريبا كاتبين أنه Revised Downgrade هذا الفلاسك من أشهر الفلاسكات اللي يستخدمونها السحرة تقريبا كان لمدة 15 ثانية يمديك تنفذ الضربة بدون ما يستخدم أي شي من المانا أو من البار الأزرق أو الفوكس بوينت المهم أنهم لعبوا في حسبتها عشان يوازنون هذه الحركة لا hurكذا في حركة جدا مهمة أن تتعرفها إذا كان يطلب السمن أكثر من الفوكس بوينت اللي عندك حاليا تعرفون بعض السمن عشان تستدعيهم يطلب منك عدد معين من الهلث يشفط منك الهلث هذا عشان ينزل السمن بعضهم لا يكون عندك الفوكس بوينت اللي هو البار الأزرق يشل من عداد السحر عشان ينزل في الحركة هنا أنك تستخدم الفلاسك وبعدها تنزل السمن اللي ما كنت تقدر تنزله بسبب أن ما عندك البار الأزرق كفاية او عداد السحر فهذه شغلة ثانية جدا مهمة متعلقة عن هذا الفلاسك غير كذا كانت تجيني كومنتات كثير وما زالت والله تجيني ليش السمن ما اقدر استدعيه فاتوقع الجواب الحين وصلك ضروري انك تنتبه لمطلبات السمن المهمة ودي اشطح الموضوع اكثر والشغلة الثانية المهمة اللي هي عن قلتشات البوسز ما زالت بعض القلتشات شغالة وتأكت منها قبل اصور هذا المقطع اللي تغير في هذا التحديث عندكم ميلينيا تعرفون انها عندها الميزة انها يوم تضربك تصير تهييل نفسها وهذه من اكثر الشغلات اللي مخلتها صعبة طبعا غير الكومبو اللي تسويه والسواليف هذه كلها المهم اللي صار في هذا التحديث كشفوها كانت تتغش انها تهييل نفسها من دون حتى تضربك او كمية الهيل اللي تهييله كان غير منطقي فهذه الامور ممكن انك تلاحظها انها تغيرت في الفاية تبع ميلينيا الشغلة الثانية الالدن بيست نفس الشيء في تغيرات صارت في اسلوب القتال تبعه الستارز والامور هذي كلها اللي بدت تتغير في الفايت ممكن تلاحظونها مختلفة خصوصا اذا جيت في تختيمة ثانية ولا شيء بتلاحظ انه فيه استخدام الاسلحة او الضربات بيكون مختلف عن قبل والشغلة الثالثة اللي برضه داخل فيه موضوع البوسز اللي هو الفيز الثاني تعرفون ان فيه بعض البوسز عندهم فيز ثاني فكان مثل الفاير جاينت مجرد ما تدخل الفيز الثاني يموت هذا القريتش صلحوه وهذا البوس الدب الضعيف كان عندهم قريتش بس كان مطلوب منك انك تستخدم سلاح فيله البلدلوز وتصير تضرب واحد منهم الضربة الاخيرة قبل لايموت عن طريق استخدام الكمبو اللي هو بالبلدلوز فاللعبة مدري كيف تحسبلك انك قتلت الاثنين ويخلص الفايت ويعطيك الجوائز فمثل ما تشوفون المقطع كان مجرد استخدام البو في البداية واخر ضربة واخر ضربتين استخدم الكمبو هذا ومات وعطاها تروفي وختاما ترى يا شباب للحين والله تقريبا لكل بوس في اللعبة ما زال فيه قريتش انك تقتله لكن اعرف يعني احاول امسك نفسي قدر الامكان صح ان المقاطع هذه يجيب مشاهدات لكن ما ودي اكثر منها صدقني بعد فترة اندم لان بتحس بدك تتحلل اللعبة اكثر صدقني المتعة هي كلها في البداية وانت انجلت وبس يا شباب هذه ابرز التعديلات اللي صارت في التحديث اعذروني اذا طولت شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوني باللايك اشكر من تسمين القناة هنتر ومشاري وسامراي في سفناب الدروف ودحيي مهاب وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته